السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصطفى من قناة مستر بونتيك وهي في حلقة جديدة النهاردة من حلقات تطبيقات الاندرويد وفي الحلقة دي هنستعرض معكم افضل تمام تطبيقات للاسبوع التاني من شهر مارس 2017 تطبيقات ممتازة ان شاء الله تعجبكم وتابعوني بعد الفاصل في البداية كده اللي مشتركش في القناة يا ريت يشترك في القناة دلوقتي ويفعل زرار التنبيهات عشان يوصل لكل التطبيقات وكل حلقات الربح من الانترنت واي حلقات شركات الاعلان واي مشاكل في اليوتيوب او اي حاجة غير كده يا ريت اكتبها في التعليقات وان شاء الله هحط له شرح عنها او يكلم على صفحة الفيسبوك وان شاء الله اساعده فيها ونبدأ في الحلقة على طول نبدأ بقى التطبيق معنا النهاردة هو باور دكتور هو تطبيق ممتاز جدا في تنظيف الجهاز وتسريع الشحن وعمل حاجة كتلة جدا استراح افادني بشكل كبير بسبب ان التليفون بتاعي فعلا بطيق جدا في الشحن ولكنه هو بطريبتاعته كبيرة شوية خمس تلاف مليا امبير ولكن بطيق جدا في الشحن وده بيخلي طبعا ان الجهاز بطيق جدا في الشحن اللي هو خمس تلاف مليا امبير عشان كده انا بستخدم التطبيق ده بشكل كبير جدا بيسرع علي الجهاز وبيعملك مودات ممكن تقدر تستخدمها في تسريع الجهاز وتزبيط الفريمات او مش الفريمات اسف الكورز بتاعت الجهاز ففي البداية كده طبعا الماوس ده بيخلي الحركة صعبة شوية ولكن طبعا بحتاج ويعا طب خلاني نبدأ عطول مثلا من هنا مثلا هنا بتشوف حالة البطارية تمام هنا ممكن تعمل كو داون للبطارية بتقلل الحرارة بتاعت البطارية او بتاعت الجهاز بشكل عام السي بيو بكل حاجة بتاعت الجهاز زي ما انت شايف بيعملك طبعا هو اعلنوت كتيرة اعلنوت كتيرة جدا يعني هنا بيوريك حالة البطارية الحالية هنا ممكن تستخدم اي مود من المودات دي انا عامل المود مسلا ليه باستخدمه في وقت معين من اليوم فانا بقدر استخدم المود دا ممكن تعمل انت مود مسلا لو انت هتروح تنام مسلا ممكن تستخدم المود دا استخدم المود مسلا في اي وقت من الاوقات اللي انت شايفها قدامك دي فانت ممكن اصلا انت تعمل زائد هنا وتعمل انت المود اللي انت عايزه تستخدم في الوقت اللي انت عايزه ممكن تمسح اي مود زي ما انت عارف زي ما انت شايف مسلا المود اللي انت عامله انت ممكن تستخدمه من المودات التانية دي فاش نمسح تمام، تمام نرجع. بيوريك حالة البطاريا، بوريك مثلا البطارية 301330 مليل امبير هي اصلا البطاريا 30000 ملي امبير زب انت شايف هنا الكورز اعاد الكورز اللي عندك بقول لك هنا الكورز اللي شغالة كل واحد دلوقتي بيشتغل فقد ايه والزاي? فبيوريك بعض حالات الجهاز بقول لك هنا حالة البطارية بشكل كامل. طيب تمام زب انت شايفت مثلا هنا في الرام. انت هنا ممكن تسرع الجهاز بشكل كبير جدا. طبعا جهاز داي رامات نين جيجا زي ما انت شايف. هنا بيقول لك الرام بتاعتك جيجا تمانية. آآ قصدي جيجا اربعة وتمانين. هنا انت بيستخدم منها جيجا اربعة وتلاتين. بيقول لك انا هنضف لك بنا خمسمية ميجا. طبعا هشيل بتاع ده ونعمل بوست مسلا. ونشوف. زي ما انت شايف بسهولة جدا هيعمل لك بوست للجهاز. آآ وتطبيق قصدي ممتاز جدا زي ما انت شايف. وهنا ممكن تستخدم بعض الحاجات زي والمونيتور وبعض الحاجات الموجودة تقدمها في التطبيق ده. ولزا ادن التطبيق ده بيسرع لك الشحن بشكل كبير جدا زي ما انت شايف في القائمة دي كده. او بيبتدأ شحن بيسرع لك الشحن بشكل كبير. وبتعمل حاجة هنا اسمها دي برضو بيسرع لك الشحن بشكل كبير. فتطبيق ده تستخدمه في تسريع الشحن هيبقى افضل معك من اي تطبيق تاني حتى تطبيق ده لا مش زي ده خالص. استخدمت الاتنين وكارلونتوب ببعض لكن تطبيق ده هو افضل منه كتير. ونخش على التطبيق اللي بعده. التطبيق التالت معنا النهاردة هو 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 تطبيق ممتاز جدا في الخلفيات. ممتاز ممتاز. في الخلفيات خلفيات ممتازة ممتازة ممتازة. تقدر تقلب يمين او شمال عشان تشوف الخلفيات اللي انت عاودها. ولكن التطبيق فيه كمية خلفيات مش طبيعية ورائعة مش حاجة انك تقلب اصلا انك تبص تلاقي في خلفيات كتلة جدا وكلها. عندها فلاتر جاهزة ليها. يعني انت الفلاتر اللي موجودة جاهزة ليها مباشرة زي مثلا الخلفية زي دي. زي ما انت شايف بيقول لك ادي الفلاتر بتاعتها. وكل الفلاتر هتليق على الخلفية لان كل الفلاتر دي جاهزة للخلفية دي. بالزات. بتسيبها بس تحمل شوية بس بتحمل. وبتحط على الفلاتر انت عايزة. ممكن تعمل لها بالر. بتعملها ابيض وي سويد. زي ما انت شايف ممكن تحط اكتر من حاجة زي ما انت شايف كده بالشكل ده. ولو عجبيتك بتعمل لها هنا عشان تحطها في المفضل او بضغط هنا عشان تثبتها مباشرة. وممكن تعمل كده مع اي خلفية لكن زي ما انت شايف برضو فيه اعلانات كتير في الموقع ده وبتعمل كده تحديث باستمرار بحيس انه هنا بنزلك اكتر من خلفية واكتر من حاجة في التطبيق ده. صراحة خلفياته ممتازة جدا والتطبيق ممتاز جدا في عالم الخلفيات وخلفيات بدقة كويسة جدا جدا جدا. التطبيق ممتاز جدا هو التطبيق التالت معنا ونخش في التطبيق الرابع. التطبيق الرابع هو يازي. يازي هو تطبيق معالب. ترتمل بقلب في اي حد بصحابك. اتمنى مستخدموش التطبيق ده في اي حاجة غلط او اي مشاكل اللي انت ممكن تعملها مع احد. فاتمنى انكو بستخدمو التطبيق ده في الخير او في الهزار. اه زي ما انت شايف انت هنا ممكن تعمل تويت باسم حد. تعمل اه بوست باسم حد على الفيسبوك. ممكن تعمل باسم حد. معنى عرفش دي ديريكت ميسج ولا بوست عن انستا. لا ده بوست عن انستا. تحط تابل بوست عن انستا. ممكن تعمل ايفون اسمس. مفيش ما فيش الاسمس العادية. لا ده ايفون اسمس بس. جوجل سيرش. جوجل اه ترانسليتور. اسك. والفيسبوك مسينجر. وكل حاجة. مسلا انا عايز اعمل رسالة على المسينجر. هسمي اللي انا. هتبكلمه واسميه مسلا. بالشكل ده. وهنا دي هسيبها زمعية ودي هعملها كده. وهنا اللي انت هتعملها. بالشكل ده. وترد عليه هنا بالشكل ده. زي ما انت شايف هنا اه بيقول لك مسلا لما تكون البطارية خمسين في المية. يبقى لا يبقى رسالة دي كذب. انت هنا ممكن تحديد نوع او تحديد قصدي. اه البطارية تبقى كان في المية بالزبط زي ما انت عايزة مسلا خليها واحد واشتين. هنا الساعة اه تخليها الوقت اللي انت عايزه بالشكل ده. الشوك بتاعتك عايزة تبقى كام? مسلا عايزة تبقى على الاخر. الواي فاي قول له برضو الواي فاي على الاخر. بالشكل ده. تمام? هنا لو اصلا مش عايز الواي فاي ايكون ممكن ما تحطهاش. تعمل اللي انت عايزه بالصورة. بس بعد دي كانت الصورة. ترجع. تلاقي الصورة بالشكل ده. عاملة كده. بالشكل ده. وبراهنة زي ما انت شايف اللوجو بتاعهم بتقليل بيتشعل. عن طريق فتشوف بسهولة او ممكن تشيله عن طريق بسهولة. او ممكن تشيله باي طريقة انت عايزها بسهولة او ممكن تنزل نسخة البرو من البرنامج دوا وتكون مش موجودة برضو بسهولة. كل ده هتلاقي على جوجل والرابط اسفل الفيديو. ونخش على التطبيق اللي بعده. مستمرين معاكم في تطبيقات المقالب وهي معانا تطبيق تاني من تطبيقات التغيير على الرسائل. تطبيق اس ام اس اديتور. تطبيق ممتاز جدا. ممكن تغير على اي رسالة. مسلا دي رسال من الشركة بتاعتي ممكن نغير فيها. مسلا نيجي للشركة مسلا اللي هو بتاعت الانترنت زي ما انت شايفين. باعتي لاربع رسائل قبل كده. مش مشكلة. اه عايزين مسلا نغير على اي رسالة. ازي كنا بنغير على الرسالة. هنا جاب لها كل رسالة. مسلا عايزين بتغير آآ بتخليها الرقم اللي انت عاوزه. اي رقم بقى انت عايزه. واحد دين تلاتة مسلا. وهنا بتغير اليوم بالساعة بالتاريخ بكل حاجة. وهنا بتغير محتوى الرسالة. زي ما انت شايفت مش شاك تتمسحه. وتكتب مسلا. السلام عليكم وتعمل سيف. اوكي. وبيقول لك هنا انت بجو تخلي التطبيق ده هو التطبيق الاساسي عندك. بحيس انه يشيل لك بتاعك اللي هو الاسم اس اللي بتجي لك كلها تتشارب وتتحط على التطبيق ده بشكل مباشر. قوله لأ. حيث انه ما يشيلش اي حاجة. بقولك لأ ده لازم تقريبا ده لازم. عشان الرسالة تتغير في الحقيقة لازم استقوم التطبيق ده كحاجة قسية. تمام فانت انا قلت له ياس هيخلي هيشيل ده. اللي هو ده. ويحط ده مكانه. طبعا انا مش عايز اعمل. لكن انت عايز تعمل بقى لبقى وعايز تجرب. اعملها وعد كاشر التطبيق ده بباشرة ويراجع التطبيق التاني عادي جدا. تمام? فالطريقة بسطة جدا ممكن الحاجات دي تستخدمها في انك تعمل لحاجات وتستخدمها ضد صحابك طبعا بدفع الهزار يعني. ولكن يردنا تقوم بش التطبيقات دي في اي حاجة لها علاقة بازية الناس. والخشي عالتطبيق اللي بعده. التطبيق اللي بعده تقدر تقول ساعدتها دلوقتي ماضي لإستخدام الالات الحاسبة. واهلا بالتطبيق ده. التطبيق ممتاز جدا 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 يساعدك ان كتستخدم الالات الحاسبة بشكل حديث شوية عن الالات الحاسبة العادية اللي عندك. زي ما تشايف فيها اكتر من حاجة فيها حاجات كتلة جدا زي ما تشايف هنا انت ممكن تتغير من الحاجات دي. مسلا تستخدم الحاجات دي زي ما انت شايف طبعا انتم تفهم كتر مني فيها. فزي ما انت شايف في حاجات كتير ممكن تستخدمها في الحسبة الممتازة دي. وطبعا فيها طبعا كل الحاجات العادية اللي ممكن تستخدمها بشكل جميل وجديد. زي ما انت شايف بالشكل ده. وحاجات سريعة جدا. فالحسبة دي ممتازة جدا انتم تستخدمها في الدروس عادي جدا وهنا زي ما انت شايف برضو هنا ممكن استخدم بعض الحاجات ولكن هنا اه هنا بيقول لك استخدم بالديجري ولا ديجري دي تقريبا كانت بتبقى عندنا في الحسبة العادية وكنت باشوفها هنا في اربعة واربعين مثلا بيبديك الاجابة مباشرة طبعا انت لو بتفهم طبعا في الحاجات دي بتستخدمها عادي وهنا بيقول لك اه ده بيقول لك بيجيب لك العمليات الحسابية اللي انت قمت بها كلها من اول ما ابتديت فاستخدم حاجات ممتازة 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 عند حاجات كترة جدا ممكن استخدمها في الالحاسبة دي زائد ان في ميزة مهمة جدا في الالحاسبة دي زائد انك تقدر اه تستخدم الالحاسبة دي اه باشعارات عائمة بالشكل ده زي ما انت شايف لو خرجت منها بديلك باشعار عائم بالشكل ده ممكن تحسب اي حاجة في اي وقت زي ما انت شايف زي ما انت شايف الصراحة جاملة جدا 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 بحاجات خفيفة جدا بتعمل زي ما انت شايف حاجات سريعة جدا. استراحها الاحاسبة ومتازة وتقدر استخدمها على طول في جلازك الاندرويد وتمزح الاحاسبة القديمة. ونشوف التطبيق اللي بعد كده. التطبيق اللي بعده معنا الارضة هو هايبو كام. هايبو كام هو تطبيق ممتاز جدا بيسورج جميع الحاجات اللي معك بطريقة البلاك اندوايت. طريقة هي متميزة جدا في الصور ولكن مش حاجات كتير قوي اللي بتدعم البلاك اندوايت. ولو حتى في حاجة كتير اللي بتدعم زي والحاجات دي. ولكن ده هو احترافي اكتر بكتير منهم. فزي ما تشوف كده هنبدأ التطبيق مسلا دي طبعا السماعة. زي ما انت شايف بيعمل لك البلاك اندوايت بالشكل ممتاز جدا جدا جدا. زي ما انت شايف البلاك اندوايت شكله ممتاز جدا. وكاميرا بدقة عالية جدا. انت بشكل ده مسلا ممكن تعمل تلطية الصورة من هنا. وممكن تعادل عليها باي برنامج مرة تانية. ممكن هنا برضو انك تغير في اه الاضاقة. تعلي الاضاقة والتخفض الاضاقة. هنا زي ما تقول في تركيز بقى اكبر على الماوس. اللي قدامي هنا في في تشويش شوية. زي ما انت شايف انت بقى بتستخدم بالشكل اللي انت عايزه. فانت عايز تركيز اكبر على الماوس. بتضغط عليه. بالشكل ده بحيث انه يعمل تركيز على الماوس. فاستلاحة شكله ممتاز جدا جدا وتطبيق ممتاز جدا. زي المترجم ده اعتقد ان دي بعض الحاجات اللي ممكن تستخدمها هو وهوrole 500 وحاجات كتيرة. زي ما انت شايف ممكن تستخدم الحاجات دي بالشكل العامل ازاي? الصراحة ممتاز 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 تطبيق ممتاز جدا. اتمنى انكم بتتخدم التطبيق ده افضل من اي تطبيق تاني ممكن استخدمه في البلاك اندويت هو اعتبر من اول التطبيقات الممكن استخدمه في تقنية البلاك اندويت. ونخش على التطبيق اللي بعد. التطبيق الاخير معانا النهاردة هو تطبيق اد اسكيب. اد اسكيب هو تطبيق ممتاز جدا في عمل تخطي الاعنات في اليوتيوب. في بعض التطبيقات الاخراريك اللي لاحظته قوي انه في اليوتيوب. اد اسكيب بيعمل لك تخطي الاعنات بشكل كبير جدا. في انما مصب اعلانات اللي بتجي لك على اليوتيوب فهي ما بتجيش ما بتزهرش بيها تخطها التطبيق ده. فمسلا هنفتح اليوتيوب هنا زي ما انت شايف وتفتح اي اه حاجة من الحاجات او اي حاجة من الحاجات البتاعتي يعني. مسلا حاجة زي كده. ماشي تمام. زي ما انت شايف في اعلانات ظهر راكي اعلان اللي في البداية ما ظهرش. تمام شاباب ده بيعمل لك تخطي لبعض الاعلانات لبعض انواع الاعلانات ولكن مش لكل الاعلانات. ممكن اصلا الاعلانات دي تيجي ولكن ما تزهرش عادي. اصلا كده كان الاعلانات دي ما بتزهرش على الموبايلات عشان كده هم ممكن يكون سائبها. ولكن تطبيق ممتاز جدا. ولو بدرنا اي تطبيق تاني اي فيديو تاني. تمام برضو ما وجابش اعلانات السكيب اد. فاعتقد نوع بيشيل اعلانات الهواتف بشكل كبير. الحق حمل التطبيق ده من الرابط اسفل فيديو لان التطبيق ده وتطبيق بتاع الحاسبة اللي اتنين دول مش في جوجل بلاي فالحا احملهم من رابط اسفل الفيديو قبل ما نتقف شوي يتمسحوا اعطاكم ان دي كانت افضل التطبيقات في الاسبوع التاني من شهر مارس وهي تطبيقات ممتازة جدا ودايما زي ما انا معودكم ان التطبيقات دايما بقى خفيفة على القلب وخفيفة على الهاتف فتطبيقات دي ممتاز جدا اتمنىكم تستضمها ونجي على طول لتقييم التطبيقات او تطبيق معنا هو تطبيق باور دكتور تقييم هو 8.5 من 10 تطبيق ممتاز جدا تطبيق معنا هو تطبيق معنا هو لونج سكرينشوت هو برضو تطبيق ممتاز فانا بديله 9 من 10 والبيبورز وازفيلترز بديله 9 من 10 برضو يازي بديله 8 من 10 و اس ام اس اديوتور بديله 8.5 من 10 الحاسبة او الكالكيولاتور دي برضو بديلها 9 من 10 انها ممتازة جدا. والهايبوكام دي بديها تسعة ونص من عشرة. والادسكيب بديه تسعة من عشرة. استراحة الطبقات كلها حلوة. مش هادر اقولك ايه افضل تطبيق في حلقة النهاردة. ولكن ممكن الهايبوكام يكون كويس جدا. ممكن اللونج سكرينشوت ممتاز جدا. ممكن الكالكيوريتور دي برضو ممتازة جدا. والادسكيب ده برضو بيديك ميزة حلوة جدا. اكيد انك قاعد على من غير اعلانات. ومن غير دفع فلوس في يوتيوب ريد. وبردو باور دكتور بيساعدني حلوة جدا. فمش عارف اقولك ايه هو افضل تطبيق في حلقة النهاردة. ولكن لكلهم تطبيقات ممتازة. اتمنى انكم تستخدمهم كلهم السراحة. كلا معكم بالطهو من قناة مستبومتك. الفيديو رعائبك. لايك الفيديو. سبسكيب القناة. وما تنساش تعمل شير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.